اعتمد الاتحاد الأوروبي سفيراً للمملكة رسمية لديها مع سفارة خاصة في بروكسل لتكون المملكة أول دولة خليجية لها سفير معتمد لدى الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بالمملكة علاقات اقتصادية وسياسية مميزة وسيكون للمملكة سفارتان في بروكسل أحدها تتكفل فقط بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأخرى مختصة بالعلاقات الثنائية مع بلجي نتابع بعد خمسين سنة من العلاقات المثمرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والتي انطلقت سنة 1967 الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً السفير سعد العريفي ليمثل مصالح المملكة لدى الاتحاد الأوروبي وتصبح السعودية أول دولة خليجية لديها سفارة معتمدة خاصة فقط بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي خطوة ديبلوماسية تحمل الكثير من المعاني السياسية وتؤشر إلى الدور الذي أصبحت تتميز به المملكة في المحافل الدولية المملكة العربية السعودية تلعب دور في المجتمع الدولي وهي مركز الإسلام وهي في الدول العشرين فأهمية المملكة وكذلك أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمملكة التي جعلت هذا الموضوع يتحقق العلاقات الأوروبية السعودية تعززت مع مرور السلوات في جميع المجالات الاقتصادية منها والسياسية وهي اليوم تخطوم مرحلة جديدة لتعزيزها بعدما أصبح الاتحاد الأوروبي قوة سياسية وتجارية فاعلة دولياً وحاضرة في مختلف القضايا التي تهم عالمنا المعاصر من المؤكد أن تقوم البيعثة السعودية الجديدة المعتمدة بدفع العلاقات الأوروبية السعودية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لفائدته الجانبين طبعاً العلاقات الاقتصادية تعرفنا المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامس عشر في تبادر التجاري مع أوروبا عام 2016 بلغت 53 مليون يورو ونحن هنا لاستمرار في هذا الطريق ولزيادتها إن شاء الله المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الخامس عشر للاتحاد الأوروبي ومن المؤكد أنها ستتطور إلى الأحسن في المرحلة القادمة المملكة العربية السعودية أول دولة خليجية تصبح لها سفارة معتمدة فقط لإتحاد الأوروبي لتتوج هكذا خمسين سنة من العلاقات المميزة لخضر فرات لقناة الإخبارية من مقر المجلس الأوروبي بروكسل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر